يا أستاذ عمر أديب نشوف إزاي شايف تتويجي الآل وفرحته والفوز بالدول يا أخي كل سنة بحمل هم اليوم ده اليوم ده تقيل على قلبي بها لي عشرين سنة قاعد في المكان ده اليوم ده تقيل نفسي أغير حتى الصيغة نفسي الكلام أقوله ونفسي الحاجات أقولها ومن جوه ببقى عندي يعني كرشة نفس إنما نعمل إيه نهني النادي الهالي بفوزوا بالدرع درع الدوري العام المصري النهاردة يقولك إيه يقولك الدرع طلع يتفسح شوية وراجع تاني يعني النهاردة يقولك إحنا مطلعين الدرع بس إيه يعني من عندنا كده علشان يعني يشم هوى ونرجعه تاني ما بيروشح إنت بس أنا بقولكو حاجة داخر دوري زي كل سنة بقولكو داخر لأ وبعمل كده بنفس الحركة بنفس إيه داخر والصوت بيبقى داخر دوري بعد كده ودائم بقولكو العشر سنين اللي جاية الزمالك هو اللي حياخد الدرع إن شاء الله بجد تهنئة للنادي الآلي وكان موقف جميل تهنئة كابتن مؤمن زكريا النهاردة هو موجود وحضوره أنا رأيي إن ده كان دوري مؤمن زكريا مشاعر طيبة جدا من زملائه وأحبائه الآلي يستحق الدوري طول الوقت فارق بعدد كبير من النقاط وادي الدرع أقول لي مش عارف يعني مرة نفس أتصور طب أنا عايز أقول لكم حاجة أتصور جنبه في الأهلي زي كابتن مؤمن زكريا كده أتصور جنبه في الأهلي خلاص مش لازم الزمالك في أي مكان فيش تغيير غيرت القنوات والأهلي ياخد الدوري شعري ويع والأهلي ياخد الدوري عملت ضايت وخسيت والأهلي ياخد الدوري جات الكورونا والأهلي ياخد الدوري عزلت من المانيال وجيت ست أكتوبر والأهلي ياخد الدوري عملت كل حاجة والأهلي ياخد الدوري ألف مبروك للأهلي وألف مبروك لجمهور الأهلي حاجة جميلة بس أنا بقول لكم أني دي آخر لازم كده دي آخر سنة الأهلي ياخد فيها الدوري بجابة ربنا محرمناش من اللحظة دي أخف دم منافس وبإذن الله أحقق لك أمنيتك السنة الجاية وصورك مع الدرع في الأهلي أخف الأهلي طبعا ما يعني بإذن الله يعني بإذن الله طيب بإذن الله